بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديدة ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم راح نقترح عليكم وصفات عروز خفيف ضريف يلقى في هاد اليامات تاع السخانة ان شاء الله هننسييلي فيديو جايين كامل ندير لكم وصفات خفيفة توالم هاد السخانة للروز تاع اليوم راح نرافقه مع انسوس بالجاج ما نقدرش نقول لكم شحال بنين نتمنى تجربوه باش تشوفوا البنة ديالو وتستمتعوا بالدوق ديالو دونك تبعوا لفيديو حتى الاخير وورو لتطبيقاتكم في الجغوب ديالي في الفيسبوك وصفات شهر زاد نبدو مع بعض دونك الحاجة الولانية اللي نديروها عندي قدرة هنايا راح نوجد الروز نحط فيها شوية مارغاريل مع شوية زيت هنايا عندي مايس والا من التعلبات نحطو يتقل مع كمية زرودية أنا هنايا زرودية قطعتها مرصوات صغيرين كما تقدروا ترابيوها إذا عندكم درالي مايحبوش الخضراء بسحة هكذا إنما ماكشب خوبلان في اللي يأكل الخضراء هكا تجي خير ماكترابيوها تجي بينها وتجي البنة تحها خير دونك نقلم لي هاد المايس والزرودية مع بعض حتى يتحمل صولنا شوية ندير لهم شوية ملح وندير لهم التوابل هنا يتقدروا تديروا مرصو يعني قطعة جومبو ودجاج أنا هنا مكانتش عندي دونك سيت ندير له التوابل المكسيمم باش يجيبني دونك درت فلفل كحل درت تان بابريكا كوري الكوركم زنجبيل درت شوية توم مرحي ودرت شوية قصبر هنا هي الكمية اللي حنا نبدلكم في هاد الوصفة تكفي قيس تلت أشخاص يعني انتو ما التوابل والملح عينكم ميزانكم المهم نحط كامل هاد التوابل كيما قدلكم ونجيب شوية ما دافي ونغطي به المايس والزرودية ديالي هكدا باش يطيبو نحط الماء ونغطي على طنيجرة ديالي ونخلي المايس والزرودية يطيبو على خاطرهم ومن جهة واحدة اخرى نجيبو مقلة باش نطيبو لاسوس اللي اخوتلكم عليها لان راح نرافق بها هاد الروز دونك نحط فيها كيف كيف شوية مارغارين مع شوية زيت نحط فيها هنا يستعمل تقريبا نص صدر دجاج نقطع مرصوة متوسيطين قطع متوسيطة ماشي رقيق بزيف نخلي يتقلم لي في هديك الزبدة والزيت نضيف حمار قريبا يدخلو طياب ومن بعد هنا نزيد حبة متوسيطة تعبصل نكون قطعتها رقيقة مكعبات صغيرة ونزيد معها حبة ترشي كيف كيف نقطعها رقيقة يعني سيوا قطعوا الخضراء رقيقة قد ما تقدروا باش تمدلنا منظر شباب هنا نزيد ندير توابل هنا درت غير ملح وفلفل كحل فلاسوس هدي من كترش توابل بسكو الروز دي جاراهو من السم ملح بالتوابل هدي هي ونخلي الجاج مع البصل والطرشي يطيبو نغطيهم ونخلي مع العنار هادئة حتى يدخل لهم طياب ويطيبو بيان نعود نولي للروز فوالا هايليك زرودية والماييس هنا يكونوا تخلي لهم الطياب نجيب هنا عندي كاس روز كاس 250 ميلي لتر كنت نقعته في شوية ما عادي ملغوبيني خليتوا تقريبا اربع ساعة ينقع انا هنا استعملت روز عادي مفور ماشي باسمتي هي من الاحسن وكنت استعملوا روز باسمتي يعطيكم نتيجة اخر المهم كما اختكم نقعته اربع ساعة صفيتو وزدتو دي غاكتوما على زرودية والماييس ديالي كيف كيف نزيد نغطي الروز بالماء هنا تقريبا زد زود كيسان ماء كما تعرفوا كيلة روز ديرولها زود كيلات ماء باش يطيب لكم سوا سوا وغطيتو ونخليه حتى يشرب كامل هاداك الماء يطيح سوا سوا يعني تلقاوه طيب وكل حبة وحدها هنا يا فوالا نرجعو للبولي كيما راكو تشوفو تقريبا طاب ونشف نروحو المرحلة الاخيرة في هادا الطابق نوجدو انسوس بالحليب عندي هنا يا كاس حليب كاسة 250 ميليليتر درتلو مغيرفة كبيرة تاع فارينا درتلو نص مغيرفة كبيرة تاع مارغارين وزيتلو هنا يا اضافة فخوماج تعمو ثلاثات زيت حبات تقدروا تزيدو حتى الزوج ثلاثة يعني رح تزيدلكم الدوق كيما تقدروا ما تديروش وتجيكم بنينا هنا يا عندي لك خان فخاش هادي خاصة بالطبخ هادا البوات تتبعت سعالة فنستعملها بزاف هايلا زيت تقريبا 100 ميليليتر تاع هادا كخام فخاش يعني نص لابوات كيما تقدروا تعودوها بالحليب نحطها فوق النار جسد باش ندوب هذيك الزبدة والفخوماج وندوب هذيك الفارينا يعني هنا الهدف ماشي مايش حتى عقدلنا هادا الكخام ولا السوس هذي مايش حتى تكون عقدة بزاف يعني تكون خفيفة هنا يزيت بيانسور زيت لها شوية ملح ومزيت لها حتى توابل كيما قلت لكم رانا حاطين سوفيزاما توابل فروز هاي الكلاسوس كيماشتو كفاشتو اللي متجانيسة نرفضها دي غاكتوما ونفرخها على الجاج والطرشي والبصل هنا يا نصيحة هذي خلوها اخر مرحلة عند التقديم زع مايكونوا عندكم ضياف ولا خلو اخر مرحلة هذي باش يجيكم سخون مديروهاش من قبل باش منجيها تقعد دافية ومنجيها متجمدش هذي كلاك خامحنا نحن مدابينا تكون هكذا ليكيد وطلقها روحة في التقديم ما موكان يكون الروز برد شوية كتفرغوها معه راحة تدفيه هذي نصيحة برك هذي كيفش يولي الشكل ديالها خلوها هكاش خمس دقايق هكذا تغلي هذي كلاسوس معها الجاج وهذاك الخاليط تولي عاقدة وشدة روحة هذي هي وتقدموها مع الروز تقدرو تحطو الروز هو الوليني في الفلاسيات وتفرغوها هي من الفوق كما تقدرو تحطوها بالجنب هكا يعني تتفننو في التقديم كما تحبو انا قدرت هذيك الروز قدرت على الجنب هنا فخوماج غابي هكذا وهكذا يكون طابق تاع اليوم واجد روز بلاسوس و بولي يعني من أرواع يعني الأطباق اللي نديرها بزاف هاي لننصحكم تجربو ناجح مئة بالمئة يعني الروز يجيكم على حبة وتقدرو تديرو في أي مناسبة وغابيد يعني يوجد ساعة تكونوا كملتو هذه هي ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها ونتلاقوه في الوصفة الجاية إن شاء الله